معينة يعني تأكيداً لكلامك طبعاً يعني خبر اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع مارسل كولر وخالد بيبو وقادات قطاع الناشئين في النقطة اللي انت بتتكلم عليها الكابتن محمود الخطيب عقد طبعاً اجتماع ظهر اليوم مع كل من مارسل كولر المدير الفني الفريع الأول ومساعده كارلوس برينجر والكابتن خالد بيبو مدير الكورة وكابتن وليد سليمان رئيس القطاع والكابتن بدر الرجب المدير الفني الاجتماع كان في إطار رؤية الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكورة للحفاظ والتواصل المستمر ما بين قطاع الناشئين والدرجة الأولى ووجود تنسيق كامل بشأن الأمور الفنية الاستعانة ببعض اللاعبين على مستوى الفريع الأول واختصاراً للكلام أن هي دي سياسة يعني نشوفها معنا على الهواء وزي ما بقول أن إتاحة الفرصة لأي لعب منهم للمشارقة وفقاً لرؤية مارسل كولر عندما تسمح الظروف بذلك وده مهم جداً عندما تسمح الظروف بذلك تترك الاجتماع كمان لتقييم بعض عناصر القطاع اللي تم استعانا بيهم في معسكر الأمارات الأخير وكولر تحدث بإيجابية ووضحة عن إمكانياتهم الفنية والبدنية وقدراتهم على الانضمام للفريع الأول عند الاستمرار في بزل الجهد واكتساب الخبرات اللازمة جاء الاجتماع أيضاً حديث للكابتن بدر رجب عن وجود عناصر مميزة أخرى في فريق قطاع الناشئين يعني في الفرق المختلفة وكلها تبشر بمستقبل طيب للنادي الآلي هي دي اللي انت كنت بتتكلم عليها لسه دلوقتي وانت حضرتك قلتها من البداية الصلاحيات متعة الكابتن علاء نبيل هذه الراجل احنا تملي نادلة اللي بيزبقه احنا بنقول أن الراجل عامل المشروع مش للدرجة الأولى بس درجة الأولى مرتبط بمين يا عامل يعني زي ما انت بتقول كده هو المنتخب الأول ده بناء على إيه أن انت ما بينكوا سن هتنزل الأعمار السنية بتاعته بناء على لعيبة انهم لعيبة من تحت السن اللي هم تحت السن هو منتخب شباب منتخب أولومبي ومنتخب ناشئين منتخب ناشئين بدري شوي لكن منتخب الشباب ومنتخب الأولومبي لو ما فيش وصل حلقة وصل ما بين دوت ودوت عن طريق المدير الفني للاتحاد أعتقد هيكون فيه دفوع هيكون فيه خطأ حلو فقط حلو فقط